لا شيء يزدهر في صنعاء وبقية مناطق سيطرة ميليشي الحثي سوى عدد المتسولين والمحتاجين للمساعدات والمعونات الغذائية وانعدام سبول العيش مقابل سيطرة فئة حثية قليلة على منافذ الموارد والإيرادات وتكديس مزيدا من الأموال في صنعاء المختطفة يصطف على أبواب المطاعم والمخابز المئات يوميا ممن يبحثون عما يسد رماقهم من بقايا الطعام بعدما استشرى القوع واستحكم الفقر بالسكان على الرغم من استمرار الهدنة وفتح ميناء الحديدة أمام الواردات إلا أن ميليشي الحثي سخرت كل ذلك لصالح مشروعها التدميرية متجاهلة كعادتها أوضاع المواطنين فضلا عن الاستمرار في فرض الجبايات وحرمان الأهال منها إلى أن غدت بوادر مجاعة غير مسبوقة توشك على الظهور للعلن وبات الوضع المعيشي تحت سيطرة ميليشي الحثي مقلق للغاية خصوصا مع مساعي الميليشيا لتعطيل كثير من عناصر الإنتاج ونهب المساعدات الإنسانية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين حيث أن مناعة المواطن ضد الأزمات الاقتصادية تضعف أكثر كل يوم في ظل انهيار الأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع العالمية وفق مختصون وساهمت الممارسات الحوثية المتمثلة بفرض الجبايات والإتاوات المالية على النشاط التجاري من قبل ميليشي الحوثي ومحاربة السكان في قوتهم اليومي فضلا عن احتكار أهم القطاعات الإنتاجية في تعقيد الأوضاع المعاشية وتزايد مؤشرات الفقر والبطالة بين أوصات السكان ناهيك عن استمرار نهب المواد والإرادات العامة ورفض صرف رواتب الموظفين للعام السابع حال التوالي